نحو 11 ألف ميجاوات تسعى وزارة الكهرباء إضافتها للإنتاج ليرتفع إلى 35 ألفا وهي كمية حاجة البلاد من الطاقة عبر إنشاء محطات جديدة وتأهيل أخرى قلة التخصيصات المالية للعام الحالي منعت تنفيذ الخطة لترحل بعض فقراتها إلى خطة عام 2023 وثلاثة وعشرين في خطتنا أيضا أن نمضي بإنشاء محطات حرارية كمحطة الشمال، محطة الفاو، محطة الشنافية، محطة الخيرات الاستثمارية وإعادة أعمار محطات بيجي مع إدخال الخطوط الناقلة والمحطات التحويلية بمراكز الحمل فك الاختناقات، تدعيم شبكات التوزيع، توفير المواد الحاكمة ما إن توفرت السيولة المالية وأقصد الموازنات وإن توفرت الخطة الوقودية ترانا سننجح بتقديم ملف واعد للطاقة خطط الوزارات بضمنها الكهرباء بحاجة إلى إعادة نظر بحسب مراقبين فرفع الإنتاج ينبغي أن يرافقه تأهيل قطاعي النقل والتوزيع إضافة إلى إن إنشاء المحطات الجديدة يجب أن يراعي نوعيات الوقود المتوفرة والعمل على استثمار الغاز العراقي وتقليل الاعتماد على الاستيراد المشكلة أنه عدم موجود تنسيق بين الوزارات في عملية تخطيط فيجي يسوي إنتاج وما يسوي إسلوب لنقل هذا المنتج إلى الزبون إلى المواطن فشن الفائدة من المنتج إذا يتوقف مولدات الطاقة الكهربائية التي تجيبها الدولة هي لنوع وقود غير موجود عندنا أو غير مستغل نحن نحرقه ونستورد من إيران نستورد من غيره بسبعة مليار دولار تقريبا سنويا نستورد غاز أربعة ألاف ميجا واط تمت إضافتها إلى منظومة الطاقة الكهربائية رفعت الإنتاج إلى أربعة وعشرين ألف ميجا لم تكن كافية لصيف 2022 الذي شهد ترديا كبيرا في ساعات التجهيز ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد